شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع مذكرة شراكة بشأن التعاون المشترك لتحسين دمج الأشخاص دول إعاقة بين عشر جهات وذلك من خلال مشروع تحسين الوصول إلى المعلومات في مصر بالتنصيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا لتنفيذ هذا المشروع تستهدف مذكرة الشراكة من خلال مشروع استخدام تقنية النظام الرقمي للمعلومات إلى تحسين إمكانية وصول الأشخاص إلى المعلومات خاصة الذين يعانون من صعوبة قراءة النص المطبوع بما في ذلك صعوبة القراءة البصرية أو الجسدية أو العقلية